هلأ في عامل زيادة بدنا ننتبه له بالعدسات ألا وهو جودة العدسة الـ quality تاعت العدسة بشركة Canon مثلاً في عندك عدسات بتكون عليها إطار أو حلقة أو خط سيلفر وفي عدسات بتلاقي عليها خط أحمر طيب يليه شو الفرق بينهم هلأ الخط الأحمر اللي هو بسموها الـ Red Line Lenses بالـ Canon أو الـ L Series اللي هي أعلى فيها بعدسات الـ Canon بتكون الجودة فيها والحدة فيها أعلى بكثير من عدساتها الثانية وغيريك موضوع الـ distortion أو تشوه الصورة من ناحية تحدب وتقاعر الخروماتي كابيريشن أو الفرينجينج بحيث الألوان تطلع دقيقة وممتازة ما يكون فيها أخطاء وطبعاً فرق الجودة هاد بدك تدفع عليه نفس الإشي هذا الموضوع موجود بالـ Sony في عندك العدسات الـ Sony الجي اللي هي الـ Gold بعدين بلشوا يفترعوا الجي ماستر اللي هي كواليتي أعلى وعزل أعلى من الخلفية أما بالنسبة لأنه كون إنه كون وفيش عنده ماذا الحكي كل عدساتهم نفس كواليتي من ناحية الكريستال من جوه لآخره ونفس جودة الصورة فأتوقع على صار عندك فكرة عن الشركة اللي بدك تشريها البعد البوري كواليتي كم الميزانية اللي بدك تدفع عليها لعدستك بالفيديو الجاي بدنا نحكي عن خصاص موجودة بكل العدسات بدك تنتبه لها وليش مرات ممكن تدفع عليها أكثر حتى تدفيدك لشغلك اشتركوا في القناة